ملف أسرى تنظيم داعش يضاف إلى ورقة اللاجئين في التهديدات التركية للأوروبيين الذين انتقدوا بشدة توغل أنقرة شمال شرقي سوريا وزير الداخلية التركية سليمان سويلو عاد وكرر تصريحاته بشأن ضرورة إعادة مقاتلي داعش الأوروبيين وعائلاتهم إلى حيث ينتمون حتى لو أسقطت جنسياتهم ونقلت وكلة الأنضول عن سويلو قوله إنما يقرب من 1200 عنصر من داعش هم في السجون التركية تأتي تصريحات الوزير التركي بعد بدء أمستردام إجراءات تجريد مواطنة من جنسيتها الهولندية لعرقلة ترحيلها مع مواطنة أخرى إلى هولندا التي ترفض كعديد من الدول الأوروبية استلام رعاياها الإرهابيين وتثير سياسات الرئيس التركي أردوغان قلق الأوروبيين خاصة في ظل تقارير استخباراتية نشرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب تتحدث عن علاقة بين المخابرات التركية وعناصر داعش وجبهة النصرة على سرحان العربية ترجمة نانسي قنقر